يو السلام عبدو برجازينا كيف الحال؟ اشي الاخبار الجماعة؟ والله وتبون الصراحة في هذا المقطع وانا قاعد اقلبها في عقلي الأسطوري لأيش راح يكون فيديو اليوم خطرت في بالي أسوي مقطع عن أرك بطولة القوة الأرك هذا إلى حد ما تقدر تعتبره أفضل أرك من الدراجون بو سوبر أنيمي والأمانة كانت في الكثير من الأشياء الأسطورية حصلت في هذا الأرك ومن أبرزها طبعا تقنية الغريزة الفائقة الجديد يشخ يكفي أن المكسيك قلبوا البلد رأسا على عقب أثناء نزول دول الحلقات فهذا يقول لك الكثير أظن آمن القول أن الأرك هذا سيطر على العالم ولو مؤقتا لكن يا جماعة أثناء تصفحي لريدت أحد الأخوة لفت انتباهي بشغلة عن هذا الأرك والأمانة هذا الشي غير نظرتي لهذا الأرك كده تقريبا 180 درجة هو قال أن أرك بطولة القوة نسخ لسخ لأحداث الفريزة ساقة أكيرا ما غير شيء اللهم الفرق الوحيد اللي هو سواه هو أنه غير السكين حقد فريزة لجيرن ويعني لو فعلا تحلل ذو الأركين فأنا ما أقدر أتفق مع هذا الأخ للأمانة الأركين ما يشبهم بعض نهائيا ما يشبهم بعض يعني في نهاية الأمر يا جماعة على الورق ولو فكرت فيها بطولة القوة كقصة قصة جدا بسيطة هي حرفيا بطولة للقوة أو يعني الرويل رومبل للناس اللي شافت الـ WWE آخر واحد يضل في الحلبة راح يفوز ياي أما في الفريزة ساقة فيا مان طبعا لو استدنات المعارك اللي تصير في هذا الأرك كان فيه الكثير من التلاعب التحايل المكر والتخطيط الصائرة في هذا الأرك سواء كان ذلك التخطيط من شخصية زي فريزة أو حتى كريلين كل أحد كان يحاول يلعب على الثاني في ذو الأحداث فيا إذا حكينا عن طريقة السرد للقصة والمحاور وكل شيء الفريزة ساقة كان أفضل ما أظن هذا يبغى لها ونهائيا ما يشبهون بعض لكن لكن إذا حكينا عن المعركة النهائية لهذا الأرك يعني جوكو ضد فريزة فماي جود بكل تأكيد طاقمين سوبر أخذوا 99.9% من أفكارهم من هذا الأرك التشابه بين معركة جوكو ضد فريزة وقوكو ضد جيرين جدا متقاربة يا عيال وبعد ما أنت تشوف هذا الشيء أنت مستحيل ما تقدر تشوفه وبس عشان تكونوا في الصورة يعني خلينا نحل ذول المواجهتين عن قرب في البداية وفي النسختين من المعارك راح تشوف إن جوكو ما عنده أي فرصة إن مهما حاول ومهما جاهد هو حرفيا ومن كل النواحي ما يشكل أي نوع من التهديد لمنافسه سواء كان ذلك المنافس فريزة أو جيرين هو من المضحك إن في كلا من المعارك جوكو ثبت في بداية النزال إنه ما قاعد يعطي كامل قوة في مواجهة جيرين قبل ما جوكو يخش بطور سوبر سيين بلو اللي كان أقوى طور له في ذاك الوقت السيين هذا بس كان يجرب جميع أطواره السابقة ويختبر إذا جيرين كفوا بما فيه الكفاية ليواجهها بالطور الأزرق وفي حال فريزة فيعني نعم جوكو ما كان عنده أطوار متعددة في ضيق الحكمة من الأحداث إلا أنه لسه ما كان يواجه فريزة بكامل قوة وتقدر فعلا تشوف هذا الشيء في بداية النزال الرجال بس مستمتع وبس يعني يبغي ياخذ راحته لكن ومثل ما هو الحال جوكو سرعان ما أدرك أنه مبكفه عشان يهزم خصمة فويش قرر حبيبنا يسوي الولد قرر يواجه خصمة بكامل قوته لا ومس بس كذا الرجال فعلوا ورقتها الرابحة الكايو كين الفرصة الوحيدة لهزيمة منافسة هو العجيب في ظلموضوع إن كلا من مواجهة جوكو بفريزة وجيرين جوكو شهد على استخدام الضرب 20 كايو كين والأمانة في بداية التفعيل أن تحس إن فرصة جوكو للفوز قاعدة تبدأ تتحسن لكن لا في لمحة بصر الطاولة سرعانة ما انقلبت على حبيبنا الجزر يعني حتى في كلا الإصدارين في كلا الإصدارين أحد الشخصيات الجانبية ذكر إن هي وش فيه جوكو ليش ما قاعد يستخدم الكايو كين ومعلم الشخصية في كلا الأركين نوه إن لا هو بالفعل قاعد يستخدم الكايو كين الرجال بس الرجال بس ضعيف يعني الوضع حرفيا الناس خلاص خياساتر لكن هل هذا كل شيء نها فقط البداية بوب جوكو في كلا الإصدارين يا جماعة وحتى بعد استخدام الكايو كين ضرب 20 لسه كان يواجه المشاكل قرر يسوي بايم الهجمة اللي نسبة نجاحها تصل إلى 30% وطبعا ومثل ما هو متوقع من الهجمة فشلت ما تخلصت على الخصم لكن ما حصل بعد الهجمة هو الشيء المثير هنا لأن في حال الفريزا الصادة بعد ما جوكو أطلق الهجمة وفشلت فريزا بطبيعة الحال عصب وطلع حرته على الحاضرين وهذا أجبر جوكو على الانفعال وكسب طوره الجديد السوبر سين لكن في حال جيرين فهنا بدال أصحابه جوكو نفسه هو اللي كان على وشك الرحيل وهذا الخوف والعنادة هي بالفعل كانت المفتاح لكسب قوته الجديدة الغريزة الفائقة وكلا من ذول التحولات هم بالفعل التقنيات اللي راح تعرف عملهم طور السوبر سين لدراجون بول زيد والغريزة الفائقة لدراجون بول سوبر واثنينهم حصلوا في تقريبا نفس الآلية السبيرت بوم السبيرت بوم فشل ما في مشكلة يا مدير المؤلف لسا موجود عشان يعرف مهارة وينقض خوية من أي مأزق ياي يلا إبا كان هذا الشخصية فيجيتا طبعا فيجيتا بس يقدر يأكل هوا بصراحة وعلى طالي فيجيتا حبيب القلب برضو وفي كيلة الأركين شهد على أنه يبكي من بين كل الأشياء اللي الجماعة قدروا عليها هذه كانت صلة القرابة لفيجيتا في الأركين لكن على أي حال عودة للشخصية الرئيسية اللي عنده كل الهيبة والتقدير والاحتغام يام عوان قوكو في كلا الإصدارين وخصوصا بعد ما كسب مهارته الجديدة شهد على أنه في مرحلة ثانية من القوة يعني تقدر تشوف هذا الشيء في تعبير وجه خصومه جيرين وفريزا اثنينهم بس انغرقوا نتيجة هذا الكم الهائل من العظمة فريزا خصوصا يا ساتر لو تريد تشوف أكتر شخصية قلب كيس ملاكمة في ذا العمل فلا تروح بعيد بس ناظر على فريزا وأكبر دليل على ذلك هو أن الشخصية بالفعل كان كيس ملاكمة في كلا من الإصدارين يعني دائم كيف شخصية يكون عندها قد كذا هيبة لكن في نفس الوقت ما عندها هيبة أنا ما عارف فيا لكن عموما التشابهات بين دول المعركتين جدا قريبة وتقدر انت تشوف هذا الشيء إذا دققت على العمل ويعني في نهاية الأمر هذا الشيء مو بمرة بعيد من دراجون بول سوبر للأمانة يعني المورو أرك على سبيل المثال طبعا بدون ما أحرق للناس اللي ما قرؤوا هذا الأرك كل اللي أقدر أقوله إن ذا الأرك عنده بالفعل العديد من التشابهات بالسل ساقة نو هل هذا مشكلة إن دراجون بول سوبر قاعد يقلد أحداث دراجون بول زيد بصراحة لا لا أصلا لو فكرتوا فيها يا جماعة أغلب الجيل الجديد من المتابعين لدراجون بول أصلا ما تابعوا أو خلصوا دراجون بول زيد من الأساس هم بس على طول بدؤوا بسوبر وأنا تحديدا قاعد أحكي عن الأطفال والأطفال شيء أما بيت هم يشكلون شريحة كويسا من متابعين العمل فهي هم راح يعرفون الفرق للأمانة طالما القصة جميلة وكويسا ما في مشكلة يا مدير لكن فعليا إذا رجعنا لبطولة القوة إنك تقول المعركة 100% نسخ لسخ لأحداث جوكو وفريزا هذا برضو يعتبر تمطيط للأمانة في بالفعل إضافات جدا جميلة الجماعة أضافوها في هذا الأرق تخليه مختلف نوعا ما من الفريزا صادة أولا وإذا رجعنا لمعركة فريزا بعد ما جوكو كسب طور السوبر سين المعركة إلى حد ما انتهت فريزا ما شكل أي نوع من التهديد لحبيبنا كوروتو وكمان يعني من اللي قدرنا نشوفها جوكو كان مرة متحكم بهذا الطور أول ما تعرفنا عليه يعني في دي المواجهة تريدها تشوف الشخصية بس يقلب من العادي إلى السوبر سين كده بكل أريحية أما في بطولة القوة جوكو نهائيا ما كان متحكم بهذه القوة هو حرفيا ما يعرف متى وكيف كان يتحول وهو بس كان يتحول ويعني حتى نهايات النزال كانت شوي مختلفة جوكو حتى مع الغريزة الفائقة وكل شي لسا ما كان قدر يهزم جيرن لحاله وكان يحتاج المساعدة أما في الفريزا صاقا فيا جوكو كان المسيطر هنا وبالحديث عن التحولات هو بصراحة جميل إن في الفريزا صاقا جوكو انتقل من تقنية اللي هي الكايوكين أقوى شي عند جوكو إلى طور السوبر سين أما مع جيرن الولد سوى العكس هو انتقل من السوبر سين بلو أقوى طور عنده إلى تقنية لأن نعم يا جماعة الغريزة الفائقة مبطور جديد هو بس تقنية والدليل إن أي واحد قوي بما فيه الكفاة يقدر يتعلمه تماما مثل ما هو الحال بالكايوكين فيا بس بشكل عام سواء تظن أن بطولة القوى أرق تقليدي ولا لا في نهاية الأمر هو كان أرق ممتع وقدمنا لكثير من اللحظات والمفاجآت الأسطورية وفي الختام إذا عجب أقدر المقطع فلا تنسى تتابع مقاطعي السابقة والأهم من ذلك لا تنسى الدعم بالاشتراك اللايك والشير رح يساعدني مرة كما وصلت إنتاج المزيد من المحتوى وسلام والسلام